السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه الفيديوهات الجديدة من فيديوهات علوم الحياة الأرض وفي هذا الفيديو سوف نبدأ الدراسة الوحدة الثانية المتعلقة بموضوع الجديد وهو وظائف الربط وعلم المناعة من بعد ما شفنا الوحدة الأولى والتي درسنا فيها مجموعة من المحاور كان أهم هذه المحاور هي التربية الغدائية ومن بعد ما نشفنا وظائف الإقتيات في هذه الوحدة الثانية عدنا جوجد الأجزاء الجزء أول غد نخصه لوظائف الربط والجزء الثاني غد نخصه لعلم المناعة في وظائف الربط سوف ندرس جوجد الأجهزة التي يمكن منها التواصل أو الربط بين مجموعة الأعضاء الموجودة داخل الجسم وأيضا بين الجسم ومحيطه الخارجي أول هد الأجهزة وهو الجهاز العصابي ونطالقه من مجموعة من الملاحظات بحيث أن وهذا معروف طبيعة الحل أن جسم الإنسان يتفاعل مع محيطه الخارجي اللي في مجموعة من الإشارات في مجموعة من المنبهات التي تستدعي استجابة جسم الإنسان لمجموعة هذه الإشارات ومعد نشغل إشارات تأتي من الوسط الخارجي بل أيضا أن هناك إشارات ومنبهات تأتي من داخل الجسم لكي نميزه بين الججد الأنواع الإشارات الخارجية والداخلية فنبدأ بالإشارات الخارجية بحيث أن الإنسان أو جسم الإنسان يتوفر على مجموعة من الأعضاء التي نسميها حسية وهي الحواس الخمس واللي عندنا بطبيعة الحال اللمس، الذوق، الشم، الإبصار، وانتهاءا بالسماء هذه كلها حواس أو أعضاء حسية تمكن الإنسان أولا من استقبال الإشارات الآتية من الوسط الخارجي والتفاعل معها هذا بالنسبة للإشارات الخارجية أما بالنسبة للإشارات الداخلية فمثلا ودغت شوفه في السنة الأولى من السلك التأهيلي عندنا الحالة التي يكون فيها تركيز السكر في الدم جد مرتفع فهذا التركيز المرتفع يولد إشارة إلى الجهاز العصبي ويحطه على التدخل لتخفيض مستوى السكر في الدم لأن استمرار هذا التركيز المرتفع للسكر وخاصة الجليكوز داخل الدم يؤدي إلى ما نسميه مرض أو داء السكري وبالتالي فعندما يتدخل الجهاز العصبي سوف يعيد نسبة السكر إلى حالتها الطبيعية والعادية وهي بين 0.7 جرام في كل لتر من الدم إلى 1.1 جرام من السكر في كل لتر من الدم إذن شنو اللي دار لنا هاد الرجوع إلى الحالة الأصلية أو الحالة العادية وهو الجهاز العصبي في هاد الدرس وفي هاد المستوى دي الثالثة إعدادي ما غاديش ندرسو الإشارات النابعة من داخل الجسم ولكن كنمشيه الإشارات أو المهيجات التي مصدرها خارجي وذلك بتدخل هاد الحواس الخمس وإضافة إلى هاد ردود الفئة التي سنسميها حساسية شعورية عندنا نوع تاني من الحساسية أو من الاستجابات اتجاه الوسط الخارجي بحيث أنها قد تكون إرادية أي أن شخص يريد أو يرغب في القيام بمجهود معين في القيام بعمل معين وذلك بإرادته وبرغبته في حال الحالة دي العدو أو الجريو بصفحة ما التقلص العضالي وبالتالي نسمي ردة الفعل في هذه الحالة بالتحركية الإرادية ولغا ندرسوها في هاد المحور إضافة إلى هذه التحركية الإرادية عدنا نوع تاني من التحركية الذي يتم بصفة لا إرادية وكتلاحظو التمدد دي الطرف الصفلي أو الرجل دي لاتشخص اترى ممارسة ضغط على الركبة أو ما نسميه الإنعكاس الضغيسي بحيث أنه تمدد الرجل لده الشخص يتم دون رغبته وبشكل لا إرادية وكتنسميه تحركية لا إرادية أو بالإنعكاس بشكل مختصر هذه الملاحظات الآن كتعطيناها مجموعة من تساؤلات كيف يستقبل الجسم الإشارات الصادرة عن محيطه بمعنى آخر ما هي الأعضاء التي سوف تستقبل هذه الإهاجات ثم كيف سيعبر الجسم عن استجابته لهذه الإشارات تساؤل الثاني ما هي الآليات والأعضاء المتدخلة في السلوكات العصبية سواء الإرادية أو اللا إرادية لدى الجسم وتساؤل الثالث كيف يتمكن الجهاز العصبي من تنظيم هذه السلوكات إضافة إلى مجموعة من التساؤلات الأخرى لقدر يكون عدد تساؤل آخر وهو كيف يمكن أن نحمي أو نقي هذا الجهاز العصبي اللي هو أهم جهاز داخل جسم الإنسان غمدوا بأول محور وهو دراسة البنيات العصبية وكيف يمكن أن نبي أن الجهاز العصبي داخل جسم الإنسان فعلى الجهاز الدموي أو الدوراني يلقاه منتشر في كل أجزاء الجسم وما كان أي نقطة من نقطة الجسم لا يصلها امتداد من امتدادات هذا الجهاز العصبي إلا أنه في الجهاز العصبي سوف نميزه بين جزئين جزء أول الذي يحتله الدماغ كأهم عضو في الجهاز العصبي بحيث أن دور الدماغ هو نعتبره المركز العصبي المسؤول عن ردود أفعال الجسم بصفة عامة بمعنى كيفما كان رد في الجسم سوف يتدخل الدماغ وغلقه بعد استثناءات خلال هذا المحور ولكن كيبقى دائما الدماغ أهم عضو داخل الجهاز العصبي بحيث أنه يمكن من التفاعل بين مختلف أعضاء الجسم والإشارات النابعة أو الصادرة من الوسطين سواء الداخلي أو الخارجي في الجهاز العصبي نقسمه إلى جزئين جزء أول ما نسميه جهاز عصبي مركزي أي أنه هو الأساس دي المختلف أعضاء الجهاز العصبي إضافة إلى جزء ثاني داخل الجهاز العصبي نسميه جهاز عصبي محيطي كيف سنقدر الميز بين الجزئين فكمش الجهاز العصبي المركزي كالقوفي أساسا المخ المخيخ البصل السيسائية والنخاع الشوكي فكما بالتالي بأن هذه هي الأعضاء الأساسية في الجهاز العصبي بشكل عام أما الجهاز العصبي المحيطي سميناه محيطي بمعنى أنه يتفرع عن الجهاز العصبي الأساسي أو ما سميناه المركزي وشنو كالقوفة الجهاز العصبي المحيطي كالقوفة المخيطة الإمتدادات ديال الجهاز العصبي المركزي وخاصة الأعصاب أن الضفائر العضودي العصب الوريبي العصب الكعبري ومجموعة من الأعصاب الأخرى التي تشكل هذا الجهاز العصبي المحيطي وبالتالي قدر الميز الآن بين جزئي الجهاز العصبي الجهاز العصبي المركزي فيه الأعضاء الأساسية المتدخلة في ردود الفعل بينما الجهاز العصبي المحيطي فأهم شيء فيه وهو الأعصاب التي تمتدنا لحظة هنا جميع هذه الأعصاب لعدنا بالأزرق فهي تمتد إما مباشرة من الدماغ أو بشكل أساسي انطلاقا من النخاعي الشوكي وكما قلنا سابقا فإن هذه الامتدادات العصبية سوف تصل إلى كل أجزاء الجسم ولا نجد أي منطقة الجسم لا تصلها هذه الأعصاب ونأخذ الآن بعض الأفكار الأساسية حول بعض الأعضاء للجهاز العصبي لأخذنا مثلا الأهم عضو وهو المخ فالمخ في جسم إنسان بطبيعة الحال يحتل الموقع داخل الجمجمة فكي بلنا في هذا المقطع العرضي بأنه مشكل من منطقتين مختلفتين من حيث اللون منطقة نسمى المنطقة الرمادية أو المادة الرمادية وفي داخل هنا عندنا منطقة أخرى مختلفة اللون نسميها مادة بيضاء ما سنجده داخل المنطقتين معا هما نسميه العصبونات واللي سنعود ندرسها في آخر هذا المحور بحيث نسميها الوحدة البنيوية والوظيفية لكل الجهاز العصبي إذن بالنسبة للمخ هو أيضا سنجد داخله مجموعة من البنيات العصبية التي نسميها العصبونات من بعد المخن نخطو بعض تفاصيل حول النخاع الشوكي بطبيعة الحال النخاع الشوكي هو يمتد داخل الهيكل العظمي انطلاقا من الرأس وانتهاءا بأسفل منطقة داخل جسم إنسان وتمتد منه مجموعة من الأعصاب التي شاهدناها سابقا نظرا لكون هذا النخاع الشوكي جد مهم بالجسم إنسان فهو بطبيعة الحال يتم الحفاظ عليه داخل فقارات العمودي الفقاري وذلك تفاديا لأي تلف قد يحدث لهذا النخاع الشوكي إذا أخذنا مقطع عرضي على مستوى النخاع الشوكي فكنا نلقى أيضا مكون من المادتين لشفناهم على مستوى المخ ولكن بشكله متعاكس بحيث أن نلقى المادة البيضاء هي المحيطية والماادة الرمادية هي المركزية على مستوى المخ وللقى العكس نلقى بأن المادة الرمادية هي المحيطية والماادة البيضاء هي المادة المركزية ما يكون النخاع الشوكي أيضا هو دائما العصبونات اللي شفناها سابقا ونعود ندرسها بشكل أكثر تفصيل فيما بعد وتنطلق منها ما نسميه الأعصاب السيسائي إذن عدنا عصب السيسائي أول لفيه جيدرين والعصاب السيسائي الثاني المقابل لأيضا فيه جيدرين جيدر أمامي وجيدر خلفي كيفاش كنميز بين الجيدرين وهو أن الجيدر الخلفي يتوفر على هذه المنطقة المنتفخة هنا نسبيا والتي نسميها العقدة الشوكية وهنعرف السبب دي الوجود هذه العقدة على مستوى الجيدر الخلفي وغيابها على مستوى الجيدر الأمامي إضافة إلى هذا عندنا وحد نقطة هنا أو منطقة مركزية دي الكل النخاع الشوكي القناة المركزية وعندنا شقين شق أمامي وشق خلفي ولكن الأساسي في كل النخاع الشوكي هو المادة البيضاء والرمادية والأعصاب السيسائية التي تنطلق من النخاع الشوكي في اتجاه باقي الأعضاء وكخلاصة لمميزات النخاع الشوكي إذن يتكون النخاع الشوكي من مادتين بيضاء وأخرى رمادية وتنطلق من النخاع الشوكي مجموعة من الأعصاب التي نسميها أعصاب سيسائية يرتبط كل العصاب السيسائي بالنخاع الشوكي بواسطة الجدرين الأمامي والخلفي وقلنا أن التمييز بين الاثنين هو فقط بوجود العقدة الشوكية على مستوى الجدري الخلفي للعصاب السيسائي المكون الثالث الآن في الجهاز العصابي وهو الأعصاب وشفنا بأن الأعصاب داخل الجسم سوف تمتد بشكل طويل جدا لكي يتصل إلى كل نقطة من نقطة الجسم إذن كنتصور الأعصاب عبارة عن أسلاك طويلة جدا تمتد من الجهاز العصابي المركزي ما نسوش بين الجهاز العصابي المركزي لقنا فيه المخ والمخيخ والبصل السيسائي والنخاع الشوكي كل هذه الأعضاء دي الجهاز العصابي المركزي ممكنش توصل لنا لكل نقطة من نقطة الجسم إذن شنو كدير؟ سوف تقوم بتشكيل امتدادة طويلة جدا عبارة عن ألياف جد طويلة نسميها الأعصاب كيف يظهر العصاب؟ كنلقوا بأنه هو بنية نسبيا لهي معقدة بحيث أنه كل عصب سوف يمتد لمسافات طويلة ويضم داخله مجموعة من الألياف العصبية بحيث أن كل عصب فيه عشرات ومئات من هذه الألياف العصبية كل ليف عصبي سوف يدخل إلى المنطقة النخاع الشوكي وفي النخاع الشوكي نقل أن المادة البيضاء هي المحيطية والماده الرمادية هي المادة الموجودة في وسط النخاع الشوكي إذن ملك نمشي المادة البيضاء على مستوى النخاع الشوكي كنلقوا إمتدادات عبارة عن ألياف دقيقة اللي هي الليف العصابي ثم على مستوى المنطقة الرمادية كنلقوا الرأس ديال البنية الطويلة ككل والذي نسميه الجسم الخلوي والكل يعطينا ما نسميه العصبون اللي عنده في الرأس دياله هنا الجسم الخلوي عبارة عن خالية اللي فيها النواة والسيتوبلازم والغيشة السيتوبلازمي وعندنا هاد نهاية هنا عبارة عن تفرعات نسميها تفرعات شجيرية ثم في الاخر ذلك اللي فكل قام نسميه التفرعات النهائية التي ستصل مثلا إلى الأعضاء إذن الرأس دياله البنية الطويلة سيكون على مستوى أحد أعضاء الجهاز العصبي المركزي والطرف له التفرعات النهائية ستكون على مستوى الأعضاء المنفذة للاستجابة العصبية هذه البنية الخضراء اللي عندنا هنا طويلة انطلاقا من الجسم الخلوي وانتهاءا بالتفرعات النهائية هي ما نسميه العصبون بينما الليف العصبي هو الليف أو ما نشبهه بسيرك طويل يصل بين البداية ديال العصبون ونهايته لتفرعات النهائية وملكم سيول جميع الأعصاب كالقهو مشكلة بنفس الطريقة وبنفس الترتيب ديال المكوينة ولهذا نعتبر العصبون بأنه الوحدة البنيوية والوظيفة للجهاز العصبي يظهر العصبون بهذا الشكل كما قلنا عندنا في البداية هنا في المقدمة ما نسميه جسم خلوي اللي فيه النوات والتشاعبات العصبية اللي اسمينا نتفرعات شجيرية بحيث أن هذا الجسم الخلوي دائما سنجده على مستوى المنطقة أو المادة الرمادية ديال الجهاز العصبي المركزي كالنخاع الشوكي بينما الجزء الثاني اللي عندنا هنا والذي نسميه المحورة هو الذي يشكل الليف العصبي ثم في النهاية عندنا النهايات العصبية التي قلنا توجد على مستوى الأعضاء وبالتالي فأي إشارة آتية من الجهاز العصبي المركزي سواء المخ أو النخاع الشوكي سوف تبدأ على مستوى الجسم الخلوي ثم تمر على مستوى المحورة اللي هي الليف العصبي وتنتهي بالنهايات العصبية الموجودة على مستوى الأعضاء هذا كان فقط تقديم للجهاز العصبي وشفنا فيه أهم العناصر المكونة لهذا الجهاز وقدرنا نميزه بين نوعين من الأجزاء في الجهاز العصبي أولا جهاز العصبي مركزي اللي فيه المخ المخيخ البصلة السيسائية والنخاع الشوكي ثم الجزء الثاني اللي فيه فقط الأعصاب واللي سميناه مدى أعطيناه اسم الجهاز العصبي المحيطي كنتم نتمنى أن تكون هذا الفيديو في فاتكم وإلى اللقاء في الفيديو المقبلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر